مرحبا مرحبا كيف الحال صدقا صدقا ما بتعرفوا كيفاش حتاج الوقت حتى اكمل لكم تصوير اه عجينة الورق طبعا اللي متابعني على الانستجرام وعلى برضو على الشورت اللي موجودين على اليوتيوب بعرف ان انا حكيت عن عجينة الورق وكيف ان نستخدمها كيف عافان ان نشكلها والكثير تعليقات اجتني عم بتطالبني تفاصيل اكثر ام تطلب مني تفاصيل اكثر فقررت ان اعملكم درس متكامل ولكن انتو ما بتعرفوا قداش احجم التحضيرات والاستعدادات حتى اقدر اعمل درس متكامل بهذا الموضوع فتقريبا هو مش الدرس المتكامل اللي كنت عم باحلم فيه او احلم اني اقدملكم اياه ولكن تقريبا عم بيجاوب على اغلب الاسلية اللي انتو كنتو عم تسألوني اياها يعني شو التفاصيل المعينة رح اجاوبكم عليها رح يكون بالوصف اكيد رابط الريلزين او الشورت الموجودين فيهم كيف عملية تقطيع الورق كيف عملية تقسيمه كيف عملية تطحنه وعملية تشكيله كعجينة ورق تمام ولكن هون بهذا الدرس رح احاول قدر اليمكان اجاوب على اغلب الاسئلية اللي انتم سألتوني اياه بالنسبة لعجينة الورق عجينة الورق هو عبارة عن اه قصصات الورق او الخامة اي شيء ورقي متوفر عندي فبهالي الحالي المتوفر حاليا عندي اللي هو الكرتون البني اللي اصلا ما نكون فيه والاشباس المواد التومينية الكرتون موجود باي سوبر ماركت تمام فبقطع قطعة صغيرة وعالخلاط بطحنه بعد ما يتم نقعه الكرتون هذا تحديدا هاي المناحظة مهمة غير عن الورق انا ما بنقعه بمي بارد بنقعه بمي حامي مي دافية تمام العملية بتصير بتكون اسرع وبكون عملية ذوبانه افضل تمام او طحنه افضل فبقطع قطعة صغيرة بنقعه بمية حامية طول الليل بحاول قطر الامكان يكون طول الليل بالنسبة للكرتون او الورق العادي له الورق اللي عفا خليني بس احطه زي هيك اكي له الورق الابيض العادي زي هيك يكون متوفر عنا اي بقايا ورق متوفر عنا ممكن نقعه بمي بارد عادي ولكن الكرتون البني بفضل انه ينقع بمي حامية هاي اول ملاحظة حال بحكي لكم يا فبصير قوامه بطريقة هاي يعني غير مترابط غير متماسك تمام هلا في حال اني انا بدي اعمله ورق زي هيك ارجع اعمله رساكل الورق بهاي الطريقة تمام بخليه هذا القوام بحطه بحوض مائي بحوض مائي بتكون عند المكابس وقوالب الخاصة بالورق بشعر عنها فيما بعد كون اثنتكم كانت تتركزي عجينة الورق ولكن حبيت انه الجزء او رجيكم اياه انه كيف ممكن انشكل من هذا القوام الورق العادي نرجع نعمله رساكل بهاي الطريقة تمام اه بعدين بحط هذا اللي هو اه بقايا الورق او المطحون الورق بحطه بحوض مائي واستخدم له القوالب حتى يشكل معاي كرتون مرة جديدة او ورق مرة جديدة تمام هون قوام الورق كان عندي سميك شوي في قوام بكون لقيق زي هيك اللي هوز مثل الورق العادي فعليا تمام وهذا برجع لا اه الكمية اللي انا بحطه من هاد الفتاة بالحوض المائي ترجع للكمية بتحدد السماكة زائد القالم هذا ممكن يكون عنه شرح مفصل في في جزئيه لاحقه تمام هلا بنيجي لعجينة الورق نفسها اللي هي برضه راح يكون الريل موجود بالوصف او الشورت اللي انا حكيت عنه عن العجينة تمام العجينة بعد اضافة الغرة والنشا والخل بتكون بهذا القوام تمام بقوام متماسك مش زي هذا القوام زي ما انتم شايفين يعني فتات عبارة عن فتات ومش متجانس مع بعض ومش متماسك كون قوام متماسك طبعا هي هاي فيها نسبة ماء حاولت تخلص الكو شوي من نسبة الماء تمام بصير قوام متماسك اكتر حلا اذا شفت انا مثلا هذا القوام بالنسبة اللي عم بتشقق بالطريقة هاي مش مناسب وانا بديها متماسكة اكتر كل بساطة ممكن ازيد ملكتين غرة ملكتين نشا على كمية العجين اللي عم بشغل فيها تكون بحدود الكيلو يعني اه فبشي بضيف اه نسبة غرة ونسبة نشا ولكن انا مثلا هذا القوام بنسوي لي لالبروجيكت اللي انا بدي اشتغله قوام جدا جميل لانه انا اذا انا عم بضغط في مكان ثاني اللي انا عم بنزل ماء لان اذا ضغطت عليها بالطريقة هاي بتكون متماسك تمام بيعكسها تمام هذا بالنسبة للعجين بالنسبة للعجين بالنسبة للعجينة ايش ممكن ايش الاستخدامات اللي بقدر استخدمها فيها او لا انتو ما سألتوني عن استخدامات انتو سألتوني عن طول المدة يعني اذا كانت المدة طويلة شو ممكن نصير عليها وانو بقدر استخدم لها المي ولا لا طبعا اه هاي السلة هي اثرية من بدايات بدايات عمري اكثر من 15 سنة من بدايات بدايات عملي بعجينة الورق حمام طبعا كانت اه لسا يومين وانا عم عم بدورو لكم عليها مشانا مشانا عجيبها بالتزين هلا شوفوا مع الوقت لانو انا كنت ما اثبت العجينة مضبوط طبعا هاد حكي احنا منحكي بعد اكثر من 15 سنة صار في شوية تشقك هون طبعا وكانت ترمي وتنشال وتنكبب اماكن وتتعامل بقصوة فمشان هيك ممكن تكون تفككت شوية فاحنا هادا منحكي بعد 15 سنة تمام هاي القطعة دايما بحتفظ فيها بحاول دايما احتفظ بالبدايات مشان ما يعني اقلت وما فيها شوف شو تغيرات تصل عليها طبعا غسلتها بالمي ثلاث اربع مرات قبل ما ارجيكم الفيديو حتى انضفها من الغبر اللي كانت عليها فعادي ممكن استخدام المي ولكن كيف استخدمته انا غسلت بشكل سريع استخدمت فرشاية التنظيف حتى نظفتها تمام وشلت الغابرة عنها اا وصرعا نشفتها ما خلتها تحت المي فترات طويلة وما صر علىها يتغير رساتة قاسية فرساتة متماسكة هاي شايفين امرها طيب هاد بالنسبة للاسئلة اللي انتوا سألتوني انه بعد استخدام العجين كيف بيكون قوامها يعني اذا اجاها مي بتخرب او لا. ما بتخرب. هون انا ما استخدم منتلها الماجباج للشكل الخارجي. انا استخدمت لها الغرة المخفف بالماء. تمام? وشوفوا عم بتحافظ على شكلها وعم نحكي احنا عن 15 سنة. انا بحاول بهذا الريل عفوا بهذا الدرس اجاوبكم على الاسئلة كنتوا عم تطرحوني اكثر اسئلة عم تطرحوها علي. بالنسبة لتشكيل العجيلة. تمام? هاي هون عندي جرة. ايوا ضربنا الاستاذ. ما بعرف انها بايني معكم. الجرة طبعا بس لحط الورد بس يعني شاكين? هي من الجرة هي شكل الخارجي الجرة. شكل الخارج الجرة. بس هي من الجرة حكول قيا. هي من جوة بس اه ممكن احط فيها اذا حط فيها ورد ممكن يجي الورد بداخلها بس مكان الورد. تمام? طبعا هيك بالكامل بالكامل من الكرتون وعجينة الورق. يعني هي بالكامل بالكامل مسموعة من الريساكل. زي ما انتم شايفين شكلتها بيدي. عمب بيبين فيها عيوب معينة. ولكن ممكن تشتغلوه بتشكيل حر. ممكن يشكلوها علي اى مجسم انتم بيت كمياه. فازة سلة. اي اي شي موجود عندكم قالب يعني انا مثلا اذا بدي استخدم بدي اعمل مثلا خلين نحكي زي شكل صحن ممكن استخدم هذا القالب وهو مثلا الشكل هذا بس هذا اصغير طبعا بس انشان اوارجيكم يعني ممكن استخدموه كقالب او بليش اشتغل عليه يعني بالنسبة لكم اي قالب انتو حابين تعملوا شكله بتقدر تشتغدوه ما في مشكلة المهم يكون عندكم قالب نحط عليه بلاستيك اللي هو اي نوع بلاستيك ممكن نحط عليه ونبلش نشكل شكل بالنية وبس يجب تماما انا نشيل الشكل بهاي طريقة تمام انا بحاول اقرب لكم الموضوع طبعا معلش لانه موضوع جنت الورق بده مساحات كبيرة وانا ما بقدر اصوره بصراحة غير مساحات صغيرة حاليا لحد ما يصير عندي مشغري خاص ادعموني بالقناة شايروا القناة حتى يصير عندي مشغري خاص يزيد عدد المتابعين وسيني عندي مشغري خاص ان شاء الله مشغري كبير طبعا انا عندي استوديو في بيتي صغير ولكن بحاجة لمساحات اكبر لهذا الشغل هاي القطعة بده استخدمها زي الجرات تقريبا ما شوشي شايفين هي مكان صغير لوضع الزهور رح يكون بس تخلص شكلها النهاي شكلها النهاي اكيد رح ينزل على الاشتوري فتابعوا الاشتوريات سواء اليوتيوب على الانستجرام او على الفيسبوك رح نزل كيف شكلها النهاي بس اخلصها السؤال الثاني كنتو عم تسألوني عنه اذا اشتغلنا جزء وضلت جزء ممكن ان نكبله فيه ما بعد اكيد ممكن بس اجف تماما وعملته الجزء الثاني مثلا وبدكو خلاص يتشكلوا بعجينة الورا اه اه منبلش اه من مكان ما انتهينا ومنبلش انشكل بالطريقة اه اللي بدنا اياها طبعا انا هون حاسي جدا انه كمية الغرة جدا قليلة بحاجة لزيادة ومشان هيك رح اشتغل قدامكم بس جزء صغير لاني رح ارجع شيلو واضيف عليه شوية من الغرة بس لانه علبة الغرة خلصت وان عم بشتغلها وانا عم بحضر لكم الفيديو عشان تعرفوا كمية المجهود اللي انا ببضل له وانا عم بحضر لدرس معين لالكم هيك عم منشكل العجينة بهاي الطريقة اه السمك والقوام بعمليات التشكيل من هاد النوع بعتمد على احنا اه شوش يعني متلا انا اذا بضيف هون ما انتم شايفين انا حاطين الوراق بدي اضيف كمية اكبر بقدر اضيفها تمام وبحاول اه قدر الامكان لما بدي اه اه ثبتها بالجزء اللي جاء اه خليه متناسق حتى ما يبين عندي هو قردي ما يبين لما يجف تماما بصير لون نفس الدرجة شايفين درجته تكون افتح بس بعدين بصير تقريبا نفس الدرجة اي اول نقطة النقطة النقطة الثانية انه بس يجف تماما انا ممكن الون القطعة ممكن ارسم عليها ممكن اشكل فيها فهذا الاشي برجع لا انا البروجكت او المشروع اللي بدي اعمله بعجينة الوراق تمام هلا انا متلا عم بصمم اثاث منزلي وعم بصمم اجراء تقدر تصمم اشي تاني بعجينة الوراق اكيد تقدر تصمم اشي تاني تقدروا طبعا هذا الكاستور كان تجربة لعجينة سابقة اه اشي ضفت فيه ورد مجفف واشي كنت بدي الونه هذات الكاسترات كنت المشروع بدي اعليكم وهيك تعليق يعني جداريات اكثر منها مكسرات فممكن انكم تعمل الشكل اللي بتكم ايا انا هون عامل هذات الكاسترات عامل من مطحن الوراق وعامل بعض الوراق من ورجات المياهة طبعا جارة مش حاقدر ورجيها مزوط ولكن جارة هي في جارة هون يا جماعة في جارة تأكدوا انه في جارة احننزلكم صور اشاهدوا القطعة كاملة ممكن اعمل الوراق ممكن اعمل اشكال ممكن اعمل ديكورات في منتج جدا الخطير رح ينزل قريبا بعجينة الوراق رح تشوفوا منتج اه الاول مرة بعمله فمش رح اخبركم اياه هلا انتظروني اكتبوا لي بكم الناتات اذا انكم مهتمين تعرفوا ايش هو المنتج ولكن رح اعمل منتجات جديدة بعجينة الوراق طبعا هاي هون هاذ لا يعتبر منتجات هي تجارب انا بكون عم بجرب اما العجينة اما عم بجرب قوامها اما عم بجرب فكرة جديدة حاب اشرح لكم عنها ولكن حبيت اطرح لكم وارجيكم اياها لسبب واحد انه انتو ممكن تجروا تجاربكم الخاصة وتشوفوا اشياء النتائج عليها وتخبروني بالتعليقات على اي حساب من حساباتي على السوشيال ميديا بكون اكثر من سعيدة اني اجاوبكم على اسئلتكم هذا بما بما اجاباتي على اسئلتكم بعجينة الوراق هلا اذا في عندكم اياسة ثانية اكيد تقدر تكتبوا لي وارح اجاوبكم عنها اما بجاوبكم بشكل مباشر على كومنت نفسه واما برجع بشغل الكاميرا وبصور لكم درس جديد بعجينة الوراق برضو سألتوني انه هال العجينة الوراق هاي ممكن اخزنها لفترات طويلة هلا اه معامل الخل انه حاط الخل بحمل حشرات انها تيجي عليها وانه يصير فيها تعفن تمام ولكن انا ما بفضل فترات طويلة جدا حتى اني اشتغل فيها يعني انا مثلا اجلت طحنت المطحون الوراق قبل كمان يوم حطيتهم بالثلاجة اليوم ضفت عليهم الغراء والخل والنشا اليوم راح اشتغل بالعجينة اليوم راح اكمل هذا البرجيك وعمل البرجيك الثاني فانا بنصح يعني كل ما استجلت وكل ما بكون افضل هلا اذا صار عندكم ظروف معينة وما قدرتم الخل بحميها لفترة معينة بعدين بنتهي مفعول هذا الخل لانه بتعرفوا ممكن يصير فيه تبخر وممكن يصير فيه جفاف فبنتهي مفعول الخل اذا شفتم حالكم راح تحتاجوا وقت طويل خلوه بالثلاجة مبدئيا لحد ما تستخدموا العجينة تمام هذا بالنسبة لكل اسئلتكم انا حاط ملاحظات عندي على الجنب فاتوقع انا جاوبت عكل الاسئلة وارجع بحكي لكم مرة ثانية تابعوني حتى يصير عندي مشغلة خاص وصير اصور لكم مساحات مفتوحة واصور لكم مشروع كامل بطريقة اكبر من هيك لانه كل ما دعمت قناتي كل ما اه قدرت اتوسع بشغلي اكتر اه شيروا للناس المهتمين بايشي في المجال البيئي او اعادة التدوير اكيد رح ينزل دروس متتالية بهذا الموضوع تابعوني اذا في عندكم اي سئلة حكولي اياها بالكومنت حساباتي رح تكون برضو موجودة بالوصف سلام سلام سلام